النهاردة حابة أتكلم معاكم على شخصية البطل يعني إيه شخصية البطل؟ البطل الحقيقي ببان شخصيته في الأوقات الصعبة في الوقت اللي انت محتاجه فيه في الوقت اللي انت فيه ضغط جامد في الوقت اللي انت عارف ان ما فيش وقت للراحة ما فيش وقت للتفكير ما فيش وقت الاستشفاء فيه وقت للشغل فقط دخلنا في آخر مرحلة في مسابقة الدوري مش بس الدوري آخر مرحلة في الموسم ده الكاس السنة اللي فاتت أو الكاس بتاع السنة اللي فاتت خلاص وصلت فيه للدور النهائي مستني مين هيجيلك في الفاينال دي مرحلة أخيرة الدوري وصلت فيه للجزء الأخير ومرحلة الأخيرة الدوري الكاس بتاع السنة دي برضو خلاص دخلنا فيه في أدوار متقدمة فده الوقت اللي محتاجين فيه التركيز من كل اللعيبة محتاجين فيه العقلية العالية من لعبتنا محتاجين في اللعيبة تكون مركزة بأكبر شكل ممكن عندنا قدرات عالية عندنا قدرات عالية عندنا إمكانيات عالية عندنا بالفعل إمكانيات عالية فيه مناخ موجود داخل نادي الزمالك بالوقتي مهيئ لكل اللعيبة وكل الرياضات الأخرى مش بس كرة القدم ولكن التركيز حاليا على نهاية الموسم ده بأكبر عدم ممكن من البطلاب مع كرة القدم فيه أجواء كويسة جدا مناخ يخليك تشتغل وانت مركز في شغلك عندنا لعيبة خامات محترمة جدا عندنا لعيبة شباب واعدين لازم بقى هنا يبدأ يشتغل معاهم طبعا الخبير وبروف جسوالد وفريرا على فكرة إزاي نظر في الوقات الصعبة إزاي نشتغل الفترة الجاية وبدأ بالفعل يتكلم معاهم بشكل كبير ويتعامهم نفسيا بعد لقاء القمة بدأ يحذر كل اللعيبة محدش يفكر في لقاء القمة اللقاء خلص ماتش أخدنا منه بنت فقدنا منه طوتين وده اللعيبة لازم تبقى عرفاه إحنا خسرنا نقطتين في موت شقم كنا عايزين نطلع بثالثة بمط خسرنا نقطتين ولكن اللي جاي مفيش في تهاون عندنا اللقاء صعب مع البنك الأهلي وبقول صعب ليه شاب بنك الأهلي يمتلك لعيبة على مستوى عالي يمتلك مدير فني على مستوى محترم كابتن خالق جلال من المدربين المحترمين اللي بيعرف يلعب أمام الأندية الكبيرة اللي بيعرف يقفل بشكل جيد ومش بيقفل علشان اسمه بيقفل بيعمل زوندفنس عشان عامل زوندفنس بيعرف إمتى يقفل وإمتى يضغط عليك ضغط عالي وإمتى يقف نص ما لعبه ويبدأ يستهلك الوقت استهلاك شرعي من المدربين اللي بيعرف يقسم اللقاء لأكتر من وقت في ناس قسم اللقاء نص ساعة نص ساعة هو بيعرف يقسم اللقاء بيعرف يعمل السيناريو وسعب بيجبر أندية كبيرة تلعب على طريقة لعبه إن شاء الله دخلين واثقين من لعبتنا ومن فرقتنا أتمنى المعدن الحقيقي لنادي الزمالك واللعيبة نادي الزمالك يظهر في اللقاء القادم واللقاءات اللي جاية نقفل صفحة اللي فاتت أتمنى ننسى أسماء الأندية اللي هلعبها يعني أنا رايح ألعب ببنك الأهلي ما يهمينش أسماء أنا رايح أقابل فريق كبير هحترم كل الأندية هعمل حساب لكل الأندية اللي هلعبها هدفي رايح أفوز اللقاءات اللي جاية كلها ما عندناش فيها رفاهية التعادل بص رفاهية التعادل مش موجودة مش هقولك هزيمة لقدرة لا رفاهية التعادل مش موجودة الفترة الحالية وقت حلو جدا للعيبة تثبت للجماهير والنادي الزمالك اللي هم فعلا يستحقوا ارتداء تشيرتنادي الزمالك أنتوا لعيبة كبيرة لازم تبزلوا أقصى مجهودة عندكم أنا وصف في كل لعيب موجود داخل نادي الزمالك متأكد أن اللعيبة دي عايزة تثبت للجماهير وتثبت لنفسها والإقدارة نادي الزمالك والفريرة كمان أنهم هيستحقوا يكونوا موجودين مع نادي الزمالك وهم هيموتوا نفسهم الفترة اللي جاية بلاش نركز في أي حاجة نبعد عن السوشال ميديا نبعد عن أي كلام نبعد عن أي كلام بيطلع على صفقات نبعد عن أي كلام بيطلع عن إشاعات نركز فقط داخل الملعب خلي دايما في ودنك هتاف الجماهير خلي دايما في ودنك وصورة قدام عينيك هتاف جماهير نادي الزمالك في كل لقاء الدوري يا زمالك وإن شاء الله نحافظ على الدوري في ميتة عقبة كلامي مش بس اللعيبة الشباب كلامي للكبار والشباب وكل الفريق اللي موجود خلاص دلوقتي بقينا يونة واحدة لازم نتعامل مع بعض في رؤية إن فريرة ممكن يبدأ بنيمار في اللقاء القادم بقى واصق فيه خلاص فريرة مدرب كبير ما عندوش فكرة دلعيب صغير ولا دلعيب كبير فريرة عادل فريرة اللي بيتمرن كويس بيشتغل كويس بيقدي كويس بيخلي يبدأ وخلي يبدأ في ماتش كبير مش بس علشان مضطر يخلي يبدأ لا هو الراجل شايفه بيجتهد شايفه عنده قدرة لما الراجل خرج اللعيبة الكبيرة زيزه وبين شرقي مش تقديلا منهم بالعكس هو شايف إن يوسف أسامة ووسيف فاروق هينزلوا يعملوا أداء كويس شايف إنه حسامة هينزل يعمل أداء كويس في خط الدفاع بقى فريرة عنده ثقة في اللعيبة الصغيرة دجي علشان هم اجتهدوا في تمرين قدرنا نكسب اللقاء اللي فات شهادة ميلاد للعيبة كبيرة إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله للقاءات اللي جاية نكسب أكتر كل اللقاء حاجة جديدة كسبنا الروح كسبنا لعبة شباب كسبنا عودة الأباتشي اللقاء الجاي نكسب تقلق زيزه نكسب تسجيل إمام نكسب تقلق عواد نكسب عدم أخطاء خط الدفاع نكسب رؤى يقف ستة في شكل قوي كل اللقاء عايز أطلع بمكاسب جديدة غير المكسب الطبيعي اللي أنا مستنيه الفوز إن شاء الله أتمنى نكمل بشكل كبير ونعمل تاريخ جديد ونكمل بالدوري بالشكل اللي إحنا عارفينه أتمنى مستر فريرة يأكد على اللعيبة عدم التفكير تماماً في اللقاء القمة كل اللقاء يساوي 3 نقاط وإن شاء الله نحافظ على كل اللقاءات القادمة وكل النقاط القادمة الكاس إن شاء الله زمال كاوي هدفنا البطلات المتوقية في الموسم شخصية البطل هتظهر في الأيام اللي جاية